اشتركوا في القناة منفصلة كل برج لحاله فحبينا ان نعمل لكم كل برج وطالع لحال فعشان هيك الان رح نحكي عن برج العقرب واللي طالعهم عقرب اللي حاب يسمع طالعه او برج اخر موجودة كل الابراج صارت على القناة طبعا من مساء اليوم الخميس وحتى يوم السبت القمر بكون موجود في الجوزاء عشان هيك يعني بتدخلوا او بتلزمك الفترة هاي بادخال التعديل المطلوب على اموركم المالية المشتركة ما تسمح لاحد بالتشكيك بقدراتك ما تكون جارح بالكلام حاول انك تفاوض بهدوء دبلوماسية كون حريص على حقوقك ممكن تتحسن الاجواء وتحصل على الفرصة المناسبة لتبرير اخطائك من مساء يوم السبت وحتى مساء يوم الاثنين بصير القمر موجود في السرطان بيتك التاسع فعشان هيك بتنشطوا في امور الها علاقة بالسفر او اوراق سفر او اتصالات بعيدة او امتحانات او لقاءات اهم شي انك تكونوا اكثر صبر اثناء قيادة السيارة في الشوارع المفتوحة بتعيش اجمل اللحظات واكثرها حظا بالفترة هاي بتختفي المنافسات والعدوات وبتسهل جميع تحركاتك اهم شي انك ما تقف ساكن وتحرك من مساء يوم الاثنين وحتى فجر يوم الخميس القمر بصير موجود بالاسد بيتركز اهتمامكم حول المحافظة على مصالحكم في مجال العمل يوم مناسب او فترة مناسبة للي بيبحث عن عمل اهدئ من روعك ما تنفعل دير بالك من العصبية اتجنب مخالفة القوانين واحرص على استقرارك اتجنب الخلافات والمجازفات الشائكة واحرص على لجمها اذا شعرت ببدايتها من فجر يوم الخميس وحتى فجر السبت القمر بصير موجود في العذراء عشان هيك بالفترة هاي بتنشطوا اجتماعيا وبتلتقوا الاصدقاء منكم ممكن يشارك في حفلة او مناسبة سعيدة اهم اش انك ما تبقى وحيد بل سارع في المشاركة والعب دور بناء في محيطك ومجتمعك بتتمتع بحضور لافت وشعبية واسعة الرؤية واضحة وما بيجوز تجنب اخذ القرارات الحاسمة بالفترة هاي لانه الفرص بتساعدك ولمصلحتك بهاي الفترة هيك منكون انتهينا من توقعاتنا لهذا الاسبوع والله اعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اترككم في رعاية الله وحفظه الى اللقاء اشتركوا في القناة